عامر علوان أهلا وسهلا فيك بي عمان سعداء بوجودك معنا مش أول مرة بتزور المدينة بالعاصم الأدنية جيت قبل سنوات عرضت فيلم زمن رجل القصب وسعدنا بلقائك وتعرف عليك وبالنقاش بعد الفيلم فأهلا وسهلا وهالمرة عم تجي تزور عمان لتمثيل دور في مسلسل الجوري مسلسل عراقي نعم نعم أنا سعيد أيضا بماتيب وجودي في عمان وبحضوركم سؤال الأول شو اللي جذبك أو شو اللي أقنعك أنك تساهم في هذا العمل يكون لك دور في هذا العمل الدرامي المسلسل التلفزيوني الجوري الذي سيعرض قريبا على شاشات التلفزيون شو اللي عجبك ولفت لك انتباهك وناظرك فيه والله هي كانت يعني فرصة رائعة جدا تفاجئت أنه الأستاذ علي عباس اختارني لدور كمال أحد أدوار البطولة الأدوار كلها يعني هي البطولة جماعية أحد الأدوار المهمة فطلبت أني أكثر من المرة صار طلبوني أجي أمثل مسرسل يعني في بغداد في مسرسلات أراقية بس بصراحة يعني ما كانت أكو قناعة بالسيناريو بس لما أستاذ علي عباس بعثت للسيناريو وقريته استغربت يعني كل شعجبني العمل مكتوبه بطريقة رائعة جدا وحتى دور كمال دور يعني بفعل رائع بإمكانية للعطاء وللإبداع فما ترددت يعني تمت العملية والاختيار خلال أيام بصراحة هو خابرني يوم الثنين يعني يوم الخميس جيت عمان أبد ما ترددت وبعدين التجربة التلفزيون هاي أول تجربة بعمل مسرسل مسرسل جوري أول تجربة إليه بعمل دراما مع فنانين عراقيين والكادر يعني من عمان وكيف كانت التجربة تقريمك لألها؟ بصراحة رائعة جدا يعني بوجود أستاذ علي عباس وبوجود يعني الممثلين والكادر يعني أنا استغربت لأنه تعرفين حاضرتك أنا أعملت مع أوندري تيشيني مع كاترين دينيف مع فيرجينيا سوفير أفلام وشفت الكادر ما للتصوير يعني لهم مهنية رائعة بس هنا أنا تفاجأت في صراحة وكنت أشوف وأحضر التصوير بالأراق أيضا من أصور أفلامي بالأراق بس بصراحة نانا تفاجأت يعني المهنية عالية تقنية عالية يعني أكو قوة رصد يعني الأستاذ ميلاد المصور عند قوة رصد برسم الكادر بعمل الإنارة أكو دقة أكو حرفية أكو يعني ما يترك شيء للصدفة كل مدروس يعني فمتعة ما إلها حدود بالنسبة إلي بالنسبة إليك يعني تقريبا ممكن تقارن العمل الإنتاجي إن كان بالعالم العربي إن كان بالأردن أو بالعراق مع العمل الإنتاجي بأوروبا إذا بفهم من كلامك هالشيء الصدقيني إذا أقول لك أنه أنا العمل هنا هذا المسلسل يعني ما أريد أحكم على بقية يعني أمتعني وبالنسبة إليه بمهنية يعني نقدر نقول بقدر الفرنسيين وشوية أكثر صراحة والله والله يعني الكادر الشباب العمل التقنية الإدارة من الإنتاج للمكياج ومن ناحية إدارة الممثلين كمان طبعا أستاذ علي عباس أكو عنده وداعة ورقة ويتعاملوا يوم الممثل بحكمة وبهدوء مرات مزاجيات الممثلين مو سهلة أنا عرف هاي التجربة وعرف الأملية يعني أكو دستونس أكو مسافة بينه وبين الأحداث اللي تصيروا كل من مزاجيته هذا اللي نباتي وذاك اللي وهذا اللي يعني مكياجة وصعوبات الممثلين مو هينة مو هينة بس الأستاذ علي عباس والكادر الأستاذ أفضل وأستاذ ميلاد يعني أكو رعاية للممثل